اليوم لما تكتشف أنه هناك سعادة نائب يرتشي بنص مليون دولار لتعيين مدراء عامين وتكتشف النزاهة وتصر النزاهة وتأتي بالنائب النزاهة وتخاطب البرلمان أنه هذا النائب يجب أن ترفع عنه الحصان هذه بشائر خير أنا من وجهة نظري بشائر خير ومقبولة شرط أن لا يكون هذا قد خابر علي فلان أو لأنه الكتلة تقتلتها مشكلة مع فلان وفلان لا هذا ما مقبول لكن إذا كان هذا الأمر حقا فأنا أود أن أشير إلى قضية أنه النائب الذي يوصف بأنه ممثلا للشعب ويبتز باسم الشعب ويبوق باسم الشعب هناك مادة قانونية تعالج هذا لكن يجب أن تسترد منه كل المبالغ التي قبضها باسم الشعب كنائب في أولى فقرات القانون والمحاكمة لأنه ما نحطك ناطور وتمديدك بالخرج لا والله أكثر يدك ودوس على رأسك وإذا لم يكن هذا في القانون العراقي يجب أن يستحدث مثل هذا النظام لأنه مثل هؤلاء الحرامية المتشدقون الكاذبون المنافقون الخداءون للشاب والذين عاشوا على دمائه والله العظيم أول شيء يجب أن يكون هذا ويجب أن يعرضوا وتعرض اعترافاتهم عالنا على الهواء إذا ما أردنا أن نؤسس لعصر جديد هذا العصر الجديد يجب أن يبدأ بفضح هؤلاء اللي يورموا روسنا بالتلفزيونات وبالبرامج بالشرف وبالكرامة وسيادة وهيبة الدولة والقانون يجب أن يحترم ويحترم من الجميع ما يسير كل من يفصل له قانون بكيفه إذا قرار يخدمك من المحكمة الاتحادية قلت والله عاشت المحكمة الاتحادية وإذا صدر عليك قرار من دفلان ضدك صخبت القضاء كله هذا يجب أن يعالج لأن هذه المناطق الضعف التي نعيشها ونفوذ السياسي هو الذي أوصلنا أوصلنا لهذا الحد ترجمة نانسي قنقر